يسعد صباحكم كل أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم أحلى صبايا من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد واليوم آخر يوم شهر شعبان حبيت أقدم لكم هالوصفة اللي إن شاء الله بتستفيدوا منها كوصفة حلة لبعد الإفتار بأيام الشهر الفضيل إن شاء الله نستقبله إحنا وإياكم بأتم السحة والعافية لا فاقدين ولا مفقودين وخلينا نبدأ بوصفتنا ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وصفتنا لليوم كثير بسيطة وسهلة رح أعمل معكم بسبوسة بتعم القرفة لكنها بسبوسة شوكولاتة شهية كثير ومميزة بوصفتنا لليوم حبت بيد واحدة مع ضرف من الفانيلا ضفت عليها نصف كوب من السكر الحبيبات وهلأ اعتمادنا بالحلة على كمية هاي السكر اللي ضفناها وعلى طبقة ثانية إذا أنتوا بتحبوها أحلى ممكن تضيفوا لحد كوب إلا ربوع من السكر بضربهم كثير منيح بالسلك اليدوي مثل ما أنتوا شايفين ليتلاشى لون البيض ويصبح كريمي وتأكد إن حبيبات السكر ذابت تماما يعني بهاي الطريقة خلات بسيط هيك صار عندي جاهز إنه أضيف المواد السائلة بالنسبة للمواد السائلة رح أضيف نصف كوب من الزيت النباتي ونصف كوب من الحليب الدافي طبعا هاي المكونات هي اللي رح تكون المواد السائلة لخليط البسبوسة عنا وعلى فكرة ما تستهينوا بالمقدار صحيح إنه بسيط لكن رح يعطيكم كمية كبيرة يعني أنا رح أعملها في البايركس للحجم الكبير مثل ما أنتوا شايفين نصف كوب من الحليب ونصف كوب من الزيت النباتي حبة بيد واحدة نصف كوب من السكر وضرف من الفانيلا هاي هي كل المكونات اللي ضفناها نخفقها كثير منيح لتتجانس وتسير خليط متجانس سائل المواد الجافة هي السميد هون أنا استخدمت السميد الحبة المتوسطة اللي بنستخدمه للكعيك كوب ونصف وضفت ملعقة ونصف من الكاكاو الباودر الخام الغير محلة طبعا هون بدنا نضيف القرفة بالنسبة للقرفة ممكن تضيفوا ملعقة صغيرة لنصف ملعقة صغيرة لملعقة وربع لملعقة ونصف حسب كيف أنتوا بتحبوا نكهة القرفة فيها وعلى فكرة لما أنا ضفت تقريبا نصف ملعقة بالمرات اللي فاتت ما كانت ظاهرة لهيك أنا صرت أضيف كمية أكبر يعني هالوصفة كثير شهية وسحية ضفنا لها ضرف من البيكن باودر وضفت من الضرف الثاني رشة بسيطة يعني كلهم على بعض بيجوا تقريبا ملعقة صغيرة وربع بقلب كل المكونات مع بعض وهيك صارت بسبوسة القرفة جاهزة ريحتها من هسة كثير حلوة شوفوا بس كيف القوام القوام عندنا مرين جدا وهذا اللي رح يعطيها الهشاشة هلأ رح نسكبها بايريكس مقاس أكبر مقاس حتى تشوفوا إنه ارتفاعها معقول وكميتها اقتصادية وعائلية أنا رح أستخدم هذا البايريكس للحجم الكبير زي ما أنتوا شايفين بس رح أضيف له مسحة بسيطة من الزيت النباتي بالفرشاي رح أغلف الجدران طبعا يعني والحواف إذا مثلا تستخدموا صنية بارزة ركزوا على الحواف لكن بمسحة زيت بسيطة هلأ الفرن مفروض إنه نشغله على درجة حرارة 180 بتأخذ بالفرن من 12 ل 15 دقيقة فقط وما بدها إنه نشغل الشواية مجرد ما ينشف السطح نعرف إنه هي صارت جاهزة قبل ما تسكبوا الخليط قلبوا وتأكدوا إنه كل الخليط من الأسفل ما فيه أي تكتل أو أي ترسبات شايفين كيف قوام الخليط مرين جدا بنحاول ننزل كل مقدار البسبوسة استخدم لسباتي لأفضل حتى ننزل كل المواد وبنتأكد من توزيحتها بصنية الخبز قبل ما ندخلها على الفرن إنه هي بكل الجوانب نفس السماكة حتى ما يطلع عنا جزء مرتفع وجزء منخفض ركزوا على الأطراف بهاي الطريقة وهيك صار عندي خليط البسبوسة جاهز ريحتها مميزة وشهية وأكيد لما تجربوها رح تحسوا إنه طعمها عن جد مميز هيك صارت جاهزة إنه أدخلها على الفرن الأثناء هي بالفرن رح أحضر لطبقة الكريمة هي ربع كوب من الكريمة البودر يعني تقريبا نصف المغلف رح أضيف له في البداية كوب عفواً ربع كوب من الحليب ورح أرجع أضيف كمان ربع بس حتى أتأكد إنه الكريمة بالقوام اللي أنا بديها ببدأ أضرب الكريمة بهاي الطريقة لتصير عندي القوام اللي بدنا إياه هلأ أنا أضفت كمان ربع كوب من الحليب حتى تكون مرنة لأنه طلعت سميكة كثير وإحنا ما بدنا إياها بهذا القوام هيك صارت عنا الكريمة جاهزة زي ما أنتوا شايفين نتخلص من أي كريمة على الخفاقة وهيك صارت جاهزة لحد ما تجهز عنا البسبوسة هلأ هون رح أحضر ملعقتين من السكر مع كوب كبير من الحليب السائل لتشريب البسبوسة قبل ما نضيف عليها الكريمة بنقلبهم كثير منيح يكسر السكر ذايب تماما هاي البسبوسة بعد ما طلعناها من الفرن وشاء الله ارتفعت ريحتها فواحة بالقرفة وطعمها أكيد شهيء ومميز نحاول نشرب كل مقدار الحليب على كل الجوارب طبعا أنا ما ضفت الكريمة مباشرة بتركها لتبرد تماما على الأقل عشر دقائق ملاحظة كثير مهمة إذا ضفتوا الكريمة مباشرة رح تدوب معكم الكريمة وما تعمل الطبقة اللي إحنا بدنا إياها فبنتركها تبرد الجو بارد بعد هيك بنبدأ بتوزيع كل كمية الكريمة اللي يعني ببدأ بتوزيع كل طبقة الكريمة على سطح البسبوسة بحاول أنه أغطيها بشكل متساوي استخدموا أي أداة تفردوا فيها ممكن سطح الملعقة وإذا حسيتوا أنه ممكن ترجع الكريمة مع عمليات الفرد بكل مرة حطوا الملعقة بماء دافي وإرجعوا وإفردوها لتسير عندنا طبقة مرتبة بهذا الشكل حاول أسحب من الوسط للأطراف وتأكد إنه كل السماكة بنفس الحجم بعد هيك ممكن إنه نزينها نزينها بالفستق الحلبي أو أي نوع مكسرات متوفر عنا بأي شكل بتحبوا تزينوها فيه ممكن تزينوها بهاي الطريقة أنا حاولت أعمل هذا الشكل طبعا هون الفستق الحلبي مجروش وإنتوا أي إضافة زينة بتحبوا تضيفوها وممكن حتى تخلوها من غير أي إضافات على سطح البسبوسة يعني الشكل اللي أنتوا بتشوفوه مناسب وبالنهاية زينتها بأزهار الورد المحمدي تير أعطتها لون وشكل حلو ووقت التقديم هلأ بنتركها بالتلاجة على الأقل ساعتين لتتماسك طبقة الكريمة وبعد هيك بنقطعها وبنقدمها بصحة وألف عافية بسبوسة صحيح بسيطة لكنها شهية ومميزة وتستحق التجربة وذا جربتوها متأكدة إنها رح تعجبكم إذا بتحبوا تغيروا طبقة الكريمة لطبقة قشطة برضو بسير يعني ممكن تعملوها بأكثر من شكل بس هون الكريمة طال عمعت يا طعم كثير شهيء ومميز لطبقة البسبوسة اللي إحنا ضفنا عليها الكرفة والشوكولاتة وتمنى إن شاء الله وصفتنا لليوم تكون عجبتكم وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس لو لسه أول مرة بتزوروا القناة وإن شاء الله إنه فيها وصفات كثير ناجحة ومضمونة رح تعجبكم وتطبقوها بأيام الشهر الفضيل كتحلاية لبعد الفطور هلأ رح أفرجيكم قطعة من هالبسبوسة أقدمها معكم ما شاء الله طالعة خفيفة شهية وكثير بسيطة لكنها عن جدب التعام مميزة تشوفوا لي على هالقطعة ما شاء الله طالعة ما أحلاها طبعاً أنا هون قسمتها لمربعات أنتو بكيف ما أنتو بتقسموها الشكل حسب حجم القطعة اللي أنتو بتكم إياها بس انسيت أحكي لكم أنه كل مرة أنتو تقسموا بالسكين حاولوا أنكم تنازلوا السكين للأسفل أكثر مثل ما أنا بعمل هاي الحركة حتى ما نخرب شكل الكريمة وكمان نمساح السكين في كل مرة بمحرمة حتى ما تخرب شكلها أنا قدمتها هيك مع فنجان قهوة شوفوها القطعة عن جد تستحق التجربة إذا جربتوها احكوا ليش رأيكم فيها باستنى تعليقاتكم الحلوة على الوصفة يسعد كل أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم دمتم في أمان الله وانتظرونا في فيديو قادم ووصفة جديدة من وصفاتنا البسيطة والناجحة من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد اشتركوا في القناة